نرجس الحلاق تهاجر لأمريكا للاستقرار رفقة زوجها الأمريكي وبعد استكمالها مناسك العمرة سميرة البلوي تعلق أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو شاركت الإعلامية المغربية سميرة البلوي تجربتها رفقة متابعيها خلال آداء مناسك العمرة حيث نشرت مقاطع فيديو وصور خلال سفرها هذا عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام وخلال استكمالها مناسك العمرة علقت سميرة على حسابها الخاص وقالت سفر روحي ولقاء رباني أنعمني الله به وأكرمني لقضاء مناسكي أرجو لها القبول مع التمني في العودة والترجي من القدير الرحمة والتيسير وتحقيق كل الأماني وأعلنت الفنانة المغربية نرجس الحلاق قرارها في الهجرة إلى أمريكا رفقة ابنتها فنة للالتحاق بزوجها الذي يستقر بالديار الأمريكية ونشرت الفنانة نرجس الحلاق مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية ادعت في بداياته أن الفنة ستعيش رفقة جدتها قائلة أنا سأبدأ حياة جديدة على هاد شيغا خلها مع أمي وتعود وتوثق رحلتها رفقة صغيرتها من المغرب إلى أمريكا في منشور آخر عبر حسابها ويشار أن الفنانة المغربية نرجس الحلاق أعلنت شهر فبراير المنصرم دخولها القفص الذهب للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد شهور من انفصالها عن الفنان المغربي مهدي فولان والد ابنتها الوحيدة فنة